موسيقى نشاهد مثل هذه الإعلانات عند إنشاء مدينة جديدة أو كومباوند أو مشروع استثماريا اقتصادي لكن هذا الإعلان كان من وزارة الداخلية المصرية عن تدشين أحدث مجمع سجون على طراز الأمريكي كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي وزارة الداخلية اختارت أن تعلن عن افتتاح السجن بفيديو كليب بأغنية ألفت ولحنت خصيصا لهذا الغرض بعنوان فرصة للحياة بصوت المطرب متحة صالح والمطربة مي فاروق موسيقى قادر يكون إنسان جديد من حق وفرصة للحياة موسيقى هنسعد ويبدأ من جديد وكل حب إحنا معاه هنأهله ولا خد إيده نعلمه صنع تفيده تبقى لي طوق النجاة مجمع وادي النطرون تم تشيده خلال عشرة أشهر فقط تقول الداخلية إن السجن يضم فصولا دراسية يدرس فيها متخصصون لتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم الأخلاقية بالإضافة إلى ساحات للتريض وملاعب أيضا يضم السجن أيضا مناطق زراعية مفتوحة وصوب زراعية ومناطق لإنتاج ثروة حيوانية ودواج لتحقيق الاكتفاء الذاتي في احتياجات المجمع من بعض المنتجات الأساسية بحسب البيان يضم أيضا مستشفى مركزي مجهزا بأحدث المعدات والتقنيات الطبية مجمع محاكم داخل المركز وفق الشروط والمواصفات القضائية فضلا عن غرف مجهزة لعرض محبوسين احتياطيا على الجهات القضائية أماكن لإقامة الشعائر الدينية مساجد كنائس انتقادات كثيرة وجهت للحكومة عبر نشر هذا الفيديو فؤاد تقول لما مجمع السجون ده بالمساحة دي والتكلفة دي اللي تقدر ب12 سجن مجتمعين يتم إنشاؤه في عشرة شهور فقط يبقى تكلفته زادت أقل شيء خمس أضعاف التكلفة الفعلية ده غير الجاهزية في فلوس بناء وسيولة نقدية ده يثبت لنا أن مصر تحت احتلال عسكري وسجون من نصيب الشعب منال الصورة لأنها أدرجة صورة الصورة الأولى مكتبة مجمع السجون الجديد والصورة الثانية فصل من مدارس حكومية في مصر حتشوف العجب هذه الصورة من مجمع السجون الجديد بينما هناك صورة تظهر اكتظاظ المدارس علي حسين يقول الصورة دي لمستشفى من مجمع السجون الجديد عملوا أسيسي وده شيء جميل جدا أن المسجون يتعالج في مستشفى بالمستوى ده لكن الغريب بقى واللي لفت نظري أن باقي المصريين غير المسجونين اللي بره ما يقدروش وما عندهمش الإمكانية أنهم يتعالجوا في مستشفى بالتقنيات دي وأدرجة هذه الصالة من صلاة الاستقبال في هذا المستشفى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون قال سيتم عقب التشغيل الكامل للمجمع غلق 12 سجنا يمثلون ربع إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أي تأعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز من بين السجون التي سيتم غلقها هو السجن طرة المعروف بسجن العقرب سيئ السمعة فيقبع داخله عدد من المعتقلين السياسيين على رأسهم الناشط علاء عبد الفتاح والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح كلاهما اشتكياء من سوء المعاملة وحرمانهما من رعاية الصحية ومشقة الحبس الانفرادي منذ دخولهم السجن منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت عدد المعتقلين السياسيين في مصر وقالت إنه أكثر من ستين ألف معتقل شهد خلال العشر سنوات الماضية الأخيرة خمسة وثلاثين سجنا جديدا فهل بدأت الدولة المصرية عملية إصلاحية لملف حقوق الإنسان أم أنها عملية تجميل ليس أكثر في ظل سياسة الدولة لبناء المزيد من السجون يتساءل حقوقيون شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها